تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية ربما هو نهاية قصة رجل مثير للجدل دونالد ترامب الذي غير الواقع السياسي والاقتصادي داخل بلاده كما خارجها ترامب الذي غادر وخلفه تركة اقتصادية تثير المخاوف من المستقبل بعثر الاوراق على الصعيد الدبلوماسي بشكل اعاد الكثير من القضايا الى الوراء وحتى الى نقطة السفر اتخذ جملة من القرارات هي تعتبر قرارات مفخخة للإدارة الجديدة يعني هناك رهانات كبيرة للإدارة الجديدة وتحديات في هذا الخصوص فالقرار الذي يتخذ من جملة القرارات في المستوى الدولي منها الخروج من المنظمة الصحة العالمية ثانيا الخروج من اتفاقية باريس للمناخ ثالثا الاعتراف الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية على أن السحراء الغربية هي سحراء مغربية وهو ما يناقض قرارات الأمم المتحدة وكذلك ما يسمى شرعية دولية وأنها قضية تصفية استعمار جو بايدن الذي تسلم مفاتيح البيت الأبيض سيشرع من دون شك في دراسة الكثير من القرارات التي خلفها سلفه ترامب على الصعيد الدولي خاصة ممكن الإدارة الجديدة يكون في عدول على الاعتراف بعاصمة القدس أنها عاصمة الكيان الصهيوني ممكن كذلك أن ترمي بثقلها الولايات المتحدة الأمريكية لجمع الفصائل الفلسطينية وكذلك لحل هذه القضية ودفعها نحو تسوية معينة أظن حسب رأيي الشخصي أن الإدارة الجديدة جو بايدن سيقوم بالعدول عن الاعتراف الذي وضعه دونالد ترامب الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية الذي بدأ مهامه مباشرة بعد التنصيب بالتوقيع على 17 أمرا تنفيذيا سيتخذ الكثير من القرارات على الصعيد الدولي ترسم ملامح أمريكا ما بعد ترامب